أكثر من ستة أشهر مضت على عودة مجلس محافظة ديوانية إلا أن الفارقة وبحسب المواطنين لم يكن كبيراً عما كان في السابق لما تعيشه المدينة من نكبات خدمية واقتصادية أنا كمواطن بسيط اليوم ألاحظ أن هذه التجربة ليست بالمستوى المطلوب سابقاً كانت المحافظة بدون مجلس واليوم نرى أنها أيضاً بدون مجلس ليس هناك عمل ليس هناك تشريعات تنفع هذه المدينة وتنهض بها فقط وعود تخصصات مالية غير موجودة لا نعرف ما هي الأسباب والمدينة على حالها أتربة متراكمة حفريات شوارع غير مكتملة إلى الآن نظرة بسيطة على كل ما يدور في الديوانية لم يجري شيء لم يجري تغيير معين يشعر به المواطن الأعذار مستمرة المشاريع تحال من بغداد المشاريع وزارية وغير خاضعة للمراقبة من قبل السلطة المحلية وبالتالي المواطن لم يجني شيء بل يمكن أن نقول أنه وصل إلى مرحلة اليأس مجلس محافظة الديوانية من جهته كشف عن صورة مغيرة لحديث الأهالي متحدثاً عن مشاريع خدمية وبنى تحتية وإداء رقابية وفقاً للمهام المناطة بأعضائه بحسب القانون سابقاً كانت سموها المحافظة المنكوبة لان في طور تغير تقريباً إلى 50 إلى 40% في وضع المحافظة من خلال المشاريع الاستثمارية ومن خلال تأهيل الـ 42 حي وكذلك إشراف مجلس المحافظة ورقابته على المحافظة وعلى جميع دوائر المحافظة الجدل بشأن إداء مجلس المحافظات يعود إلى الواجهة من جديد والواقع المتراجع هو السبب في ذلك مما ينظر بغضب شعبية لا يمكن كبح جماحه وإن كان المسؤول يراه بعيداً عن واقع الحالة من الدوانية معتزل عبودي زاكروس تيفي